كنت أتمنى أنها تبدأ بصمة جديدة أو طريقة جديدة يعتمد فيها كابتن حسامي على تشكيلة منتخب مصر أو طريقة لعب منتخب مصر المختلفة بكل تأكيد عن كل من سبقه لكن الأخبار اللي جاء لنا من غينيا أنه هيرجع للطريقة التقليدية أو للأسلوب التقليدي في مباراة غينيا بساو بكرة طريقة 4-3-3 لكن في جميع الأحوال بداية مبشرة جدا نتمنى إن شاء الله أنها تستمر بكرة عن منتخب مصر وغينيا بساو وعن عودة الأهل إن شاء الله وفرصه في المنافسة على بطولة الدوري وعن اليورو كمان ما فيش منع نتكلم عن نجم الكبير كابتن محمد حشيش كابتن حشيش مساء الخير مبروك طبعا لأنه إحنا بقلنا كتير جدا ما تقابلناش مبروك إنجازات كتيرة جدا في الفترة الأخيرة اتحققت أخيرة طبعا التتويق باللقب الـ 12 في دوري الأبطال ففرصة أنه إحنا نشوفك ونستمتع بيكم مبروك طبعا لكم ومبروك للنادي الأهلي وجماهير ومجلس دارت واللعيبة والجهاز الفني سنين حلوة بنقضيها الحمد لله الحمد لله مع مجلس الإدارة ومع الجيل ده من اللعيبة ومع الجهاز الفني والحقيقة في جميع اللعبات يعني مش هنقول بس كرة القدم ودي الميزة بقى كمان أنت كرة الصلاة طبعا يعني طبعا أو العب الصلاة كلها الحمد لله تفوق فده بيدينا فخر كلنا وعايزين إن شاء الله نحافظ على المستوى ده إن شاء الله وده ما يمنعش كمان أنه فيه تفرط على كل مستوى يعني أكيد حقا حضرت المشروع بتاع النادي الأهلي مشروع المدينة الرياضية واستاذ الجديد والحلم الأهلوية كلهم حلم الملايين طبعا وأنا كان لها شرف أن أنا حضرت كمان بداية ما من فترة كبيرة لما خدنا الأرض والتصريح المباني والحاجات دي كلها حضرت حجر الأساس وحضرت طبعا الزوال اللي فات طبعا المؤتمر التاريخي بالتعريف بقى بالشركات اللي هتنفز وطبعا اللي هيتعامل والحاجات دي كانت حاجة جميلة جدا يعني حضرناها وأي لعيف فينا كان بيتمنى يكون موجود ويحضر في حاجات كده تاريخية بتسجل في التاريخ يعني حتى لو طلعت فلاطة بس بسيطة أنك قاعد ومشارك وموجود صحيح دي حاجة كويسة وحاجة كويسة كمان إن النادي بيعط لك دعوة يعني النادي فاكرك إنك موجود الحمد لله شاركنا في المؤتمر ده وتمنى ربنا يدينا العمر كمان إن شاء الله ستفتاح بأن صرح كبير يعني إن شاء الله لكن هو اللي بيحصل إجملا على كل مستويات سواء يعني تفوق رياضي أو ألقاب بطولات أو سيطرة على ألقاب محلين وقرين من نادي الأهلي في مختلف اللعبات مش بس بكرة القدم مع فكرة التطور كبير جدا بتشهده منظومة النادي الأهلي سواء من ناحية الأفرع الجديدة اللي بيتامل ستح أو المشروعات الضخمة زي فكرة المدينة الرضية نحن نكلم على مرحلة أعتقد يعني لما بص التاريخ النادي الأهلي طول عمر النادي الأهلي تاريخه عظيم يعني ومشرف لكن يبدو إنه كمان اللي بيحصل ده بيلخص فكرة إنه فيه رغبة حقيقية في إنه يبقى فيه نقلة نوعية تغيير في تفكير بشكل يتناسب مع التطور اللي يحصل في العالم كل يعني العالم كله النهاردة بيتحرك كده ريال مدريد بيعمل كده ريال مدريد بيعمل كده السيتي بيعمل كده فالأهلي مش ماشي ما بيبصش للي حواليه بصص دايماً في الصدارة وبيحاول يعني يكرر التجارب ومن هنا كمان أبو حميد عايز أقولك يعني أنا حضرت مجالس إدارات كتيرة في النادي الأهلي كلهم طبعاً لهم تضعهم وقدرهم واحترامهم إنما مجلس الإدارة الحالي هو مجلس إدارة تاريخي بالنسبة للنادي الأهزامة بنقول البطولة دي تاريخية أو الإنجازات اللي بتحصل مجلس الإدارة ده يعني عمل حاجات على جميع الأصعيدة يعني مش بس كرة القدم زي مرتلك جميع الألعاب النادي الأهلي مش بس متفوق محلياً خلاص إحنا القصة دي عدناها متفوق إفريقياً قرياً كمان حتى يا إحساس جماهي النادي الأهلي النهاردة العادي إن أنا باخد بطولة دوري أبطال اللي مش عادي إن أنا أخسر اللقم بالضبط وبرضو عايز أأكد إن حتى على مستوى الألعاب التانية أنت بطل إفريقيا طبعاً هانبول فوليبول في جميع الألعاب خلصنا الحتة الرياضية دي الحتة الاجتماعية الإنجازات اللي على مستوى بقى النادي كنادي اجتماعي لأن النادي الأهلي هو نادي رياضي اجتماعي فيه عندها بتبقى عندها رضي بس نادي الأهلي رياضي اجتماعي عامل طفارات غير عادية في الفروع شوف كم فرع للنادي الأهلي على مستوى عالي مش مجرد بس كده يعني حتى انت بتقول ده الفرع الجديد في كذا لا يعني الفرع اللي بتعمل بيبقى أحسن من اللي موجود صحيح تفرط على مستوى الخدمات على مستوى الشركات اللي بتقدم على عضاء الجامعية العمومية الحقيقة حاجات كتير جدا جدا شفتها في المرحلة الأخيرة من المجلس الإدارة ودي حاجة طبعا تتحسب لهم واحنا يعني مجلس الإدارة ده خلينا سقف الطموح عندنا يزيد قوي ايه انتهت بقى أو آخر حاجة فيها اللي هو حلم الملايين اللي هو استاد النادي الأهلي صحيح يعني مش معقول النادي الأهلي مصنف عالميا دلوقتي مش إفريقيا ايه وما بقاش عنده الاستاد الخاص به ومش أي استاد انت بتعمل صرح كبير يعني حاجة مدينة رياضية كبيرة بتضم استاد النادي الأهلي بتضم بقى جامعات ومدارس على أعلى مستوى برندات كبيرة حاجات كتيرة جدا جدا فالحقيقة يعني أنا بفخر أن أنا موجود في النادي الأهلي هو الاتحدي في القصة دي للي هيجي بعد أنا عرف طبعا أنه كل أجيال النادي الأهلي اللي تولت المسئولية بصت وتعلمت للأجيال اللي سبقتها صحيح وخدت الخلاصة من تجربتها وحاولت أنها تطورها واتضيف عليها صحيح وخد حق الانتفاع في استاد السلام الأهلي والسلام بس إحنا يعني كانت حاجة بس مؤقتة إن إحنا برضو كان ممكن الناس تانية أو مجلس دارة تانية خلاص بقى يعني يفضل يكمل في الحتة دي وده استاد الأهلي والسلام إنما لا النادي الأهلي فكر في الأكبر فكر في الحلم الكبير دايما بيفكر إزاي يعلي اسم النادي الأهلي أكتر وأكتر وأكتر فبنهنيهم يعني وبنهني نفسنا طبعا قبل ما روح لمشوار الأهلي خليني يقف معك مع منتخب مصر عندنا مباراة مهمة جدا بص يعني رغم أنه شايف أنه ما فيش منافسة في المجموعة شايف أنه الطبيعي جدا أنه مصر تحقق العلامة الكاملة في العشر مطشاط لكن خلينا دايما نعمل حساب المطبات طبعا قبل ما روح لمطش غينية بكرة احنا بنتكلم على تمرين وحيد وأخير هو التمرين الوحيد النهاردة المنتخب والأخير قبل مواجهة بكرة خلينا شوف تقييمك لبداية كابتن حسام في مطش بوركينا رسميا يعني مع منتخب مصر إيه اللي عجبك وإيه اللي ما عجبكش يا أبرز الحاجات اللي لفتت نظر كابتن محمد دعنا نتطفك في البداية أنه احنا كلنا كنا بنتمنى المكسب بتاع بوركينا فاسو بأي كان الأداء يعني كلنا نقول بس نكسب وناخد ثلاثة بنت عشان يعني كان على الورق المنافس اللي بنا بالأقرب لنا هو بوركينا فاسو المصنف الأقرب لنا يعني فما كناش بصين لأداء ومش بصين لحاجات كتيرة اللي اعتبرت برضو كتيرة أول حاجة عندنا تاريخ يعني صعب شوية فيه التصفيات زي ما احنا بنقول أسهل بس ما كانتش التصفيات دي يا كابتن بالشكل ده أسهل التصفيات ممكن أي حد يخشها عشر أندية أو تسعة ونص زي ما بيقولوا فيه النادي الأخير ممكن أو ممكن لا فمن السهولة دي انت خايف لأن انت مشكلتك كانت مع الفرقة الصغيرة هي لك دايما تعمل لك مشكلة ومطبط ومتخرجك من التصفيات المرة دي الأمل كبير قوي كلنا بنقول أمل كبير قوي يعني المقول يعني زي ما كناش السنة دي هنخش إمتى مش هنبقى بقى كل كاس العالم من مصر ومع ذلك بدأنا بدأة كويسة ندي برضو حسام حسن عزره لأنه مسك الفرقة بقى له فترة قليلة أي مدرب محتاج وقت عشان يحط فكره لأن كل واحد لو مش جاي بفكر مش هينفع كل مدرب مدير فني له فكر معين عايز يطبقه على مجموعة اللعيبة دي أو نوعية اللعيبة دي طيب اسمعي جابت حاشي شهف مع الجوسية دي وعندي أكتر من سؤال على المطش يعني في بعض التفاصيل بس خلينا نروح زميلنا محمد توفيق من داخل نادي الأهلي طبعا نتابع ترجمة نانسي قنقر